مرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم لقاؤنا يتجددوا إياكم على الخير والمحبة دائما أيها الأحبة كل القرارات كل الإجراءات تستند إلى ما يطلق عليه بالأسباب الموجبة فهل أن قرار تحويل قضاء حلبشة إلى محافظة له ما يوجبه أم أن القضية قضية اجتهاد ورغبة كردية وحسب طيب هل أن الأقضية التي تشترك مع حلبشة في كثافتها السكانية في مساحتها الجغرافية ستشمل بنفس ما شملت به حلبشة أدنى تلعطر أدنى طوز خرماتو أدنى بالناصرية واحدة من الأقضية أدنى بالبصرة واحدة من الأقضية كل هذه الأقضية هل ستشمل بقرار الحكومة في فصلها وجعلها محافظة؟ مجلس الوزراء على ما يبدو أعطى الضور الأخضر لذلك تحولت القضية إلى مجلس النواب أيها الأحبة هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم والتي تأتيكم بعنوان حلبشة طوز خرماتو تلعطر محافظات السياسة الجغرافية الجديدة معكم هل أطاضل في التقديم ومعي في الإعداد الإعلام القاسم الأجرح في الإخراج أحمد سلام أيها الأحبة كما اعتدنا نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع مقالنا الأول حمل عنوان تلعطر محافظة معجلة لأسباب مقيتة الكاتب محمد الياسري تعالوا لنستمع سويتا الدول المتقدمة تعتمد على زيادة المقاطعات والإقاليم أو المحافظات وهو ما يطلق عليه الوحدات الإدارية بهدف تعزيز بنيتها التحتية ومواردها الاقتصادية وتنشيط القطاعات المهملة فيها في مطلع العام 2014 طرح مشروع قرار تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة لكن الحكومة المحلية في الموصل وقتها كانت تتعامل بندية مع قرارات الحكومة الاتحادية ورفضت القرار بل قامت بحملة عدائية لأسباب طائفية ومكوناتية وصراعات أريد لتلعفر أن تكون وسطها والنتيجة في منتصف العام 2014 أسقطت تلعفر بمؤامرة غادرة لأن بقاءها بيد السلطة المركزية في بغداد ووجود القوات العراقية فيها أفشل مشروع داعش الإرهابي في العراق مرحبا بكم مرة أخرى وانضموا معي بالترحيل الترحيبي بضيفي الكريم الأستاذ رياض الأوحيلي الكاتب والمحن السلسل مرحبا بك أستاذ رياض أهلا وسهلا وتحية طيبة لكم وإلى مشاهدي قناة الكرام مرحبا بك أستاذ رياض أكو إسرار كردي على تحويل حلبشة من قضاء إلى محافظة ليش هذا الإسرار يعني هناك عدة معطيات نقول يعني ربما المحافظة إذا صارت يعني لها ميزانية الخاصة ولها وضعية الخاصة وبالتالي لها أسس ومقاومات ربما حتى هناك ما يسمى بالثروات وغيرها يعني لها استقلالية أفضل من أن تكون قضاء تابع لها محافظة وبالتالي ربما الأكراد إذا أصبحت أربع محافظات سوف يكون لهم ثقل أكثر ولذلك هم يطالبون بأن تكون محافظة وبالتالي ربما تكون محافظة السليمانية وحلبشة من جهة وإدهوك وأربيل من جهة تشير إلى وجود دواعي سياسية نعم دواعي سياسية وهناك دواعي حزبية بالتبار أن الحزب الديمقراطي الكردستان أيضا له هيمنة على محافظة أربيل واتهوك وإيضا الإتخاذ الوطني أيضا حلبشة وسليماني وبالتالي هناك أيضا تنافس الآن نشهده أيضا في كاركوك بين الحزبين حتى في انتخابات مجالس المحافظات وهناك ربما جرت عدة مناكفات سياسية بين الحزبين في موضوع المحافظة القادم يعني اللي أقصد في كاركوك لكن يراد أن يكون هناك تكافؤ حزبي بموضوع حلبشة باعتبار حلبشة ربما سوف تكون قريبة على السليمانية وترتبط بها وأقصد بالاتحاد الوطني ومن ثم أيضا تلك المحافظة وبالتالي يصبح ثقل الكورد أكثر فعالية لو كان مثلا ثلاث محافظة هذا من شيء يعني أنت تقصد هنا ثقل الكورد تقصد ثقل الاتحاد الوطني كردستان ثقل الاتحاد ويضا ثقل الكورد مجتمعة أنك تطالب بحقوق لك أربع محافظات أفضل من أن تطالب بحقوق لك ثلاث محافظات هذا معروف وربما أيضا تنظم هي باعتبار أنها تنظم للاقليم كردستان باعتبار الاقليم الآن ينظم ماك احتمال ثلاثة محافظة بعد ذلك يعني ماكو احتمال أن النوايا المستبطنة لهذا الإجراء هو إعلان أقليمين في الشمال بحيث أقليم أربيل ودهوك وأقليم سليمانية وحلبشة يعني ربما الآن هم يصرون يقولون نحن أقليم واحد لكن نلاحظ أنه في المفاوضات السابقة في أكثر من جولة ربما فشلت في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين بسبب ربما تعنت الجانب الديمقراطي بموضوع المناصب داخل الإقليم هناك استحوات تقريبا على أكثر المناصب داخل الإقليم من قبل الحزب الديمقراطي وحتى بموضوع تقاسب الثروات يعني هناك ربما أفضلية في كثير من الثروات خاصة المصدرة كانت في وقت سابق إلى تركيا هو الحزب الديمقراطي ولذلك الآن ربما نلاحظ حتى أصرار من اتحاد الوطني يكون التوزيع الثروات عن طريق المركز وبالتالي هم يفضلون أن يكون التعامل مع المركز أكثر من الحزب الديمقراطي هذه من جهة ولكن نقول بصورة عامة هناك نوايا أن تصبح أربع محافظات سوف تكون الحقوق أكثر وباحتبار أن هناك موازنة سوف تعطى إضافية للمحافظة أفضل من ما أن تكون قضاء ملحق بالسليماني هذه من جهة طيب دعني أسأل عن أن المرحلة الحالية مرحلة تتطلب شجاعة تتطلب سياسات جديدة تتطلب قرارات فيها شيء من الثورية وذلك بتحويل عدد من الأقضية مثال ذلك تلعفر في الموصل توس خرماتو في كاركوك سامراء في صلاح الدين الشطرة في ذيقار هذه كأنه أكثر ثورة باتجاه فصل هذه المناطق عن محافظاتها واعتبارها محافظات مستقلة ما الدواعي لهذا؟ هو طبعا إذا لاحظنا أن المحافظة يجب أن يكون لها عدد سكان ثابت وأن تكون لها مساحة محددة وأن تكون هناك دواعي يعني تحدد أن تكون هناك ضرورة قصوى أن تحدد أن تصبح هي محافظة لا شك أن مثلا أنت أشرت إلى مثال تلعفر تلعفر ليس وليدة اللحظة وأعتقد الكاتب أشار إلى موضوع أنه أن تترك موضوع محافظة تلعفر أو الجزيرة ما تسمى كانت في نهاية الخمسينات كان المفروض أن تعمل محافظة الجزيرة أو تلعفر في أعتقد في 59 أو 60 يعني في فترة عبد الكريم القاسم ثم يعني أتت سياسات التهميشية كانت هناك أيضا طرح يعني أن تطرح أنه محافظة جديدة أيضا في عهد النظام السابق تولى السلطة لعهد البحثي عفوا ولكن بسبب سياسات المقيتة هل يردون عندي السياسات المقيتة هنا هل هناك دخل للنفس الطائف في اعتبارها سياسات مقيتة نعم نعم الطائفية موجودة يعني النظام السابق كان له نفس طائفي واضح يعني هناك هذا كلام عفوا أستاذ رياض هذا كلام يقوله لأن هناك الكثير ممن يروج أن النظام السابق لم يكن نظاما طائفيا لا لا كان طائفيا بامتياز وأنا سوف أعطيك مثالا نعم وأعتقد ربما أنا استغرب أنه لماذا لا يداعى لحد الآن بموضوع النخيب يعني الرحالية التي هي كانت أصلا تابعة لكربلا يعني هذا منفذ العرعر وكان تابع لكربلا وتمض يعني ضمه قصرا وبدون يعني بسياسة واضحة لطائفية بحتة ولتهميش واضح لمنطقة كربلا وبالتالي ضمها إلى الأنبار بدون طلب من أهالي الأنبار يعني هذه مفارقة عجيبة كان السياسات النظام السابق يتبع هذه السياسة اتبعها في كربلا وبالتالي قضم أراضي واسعة وأيضا تحتوي على ثروات وغاز طبيعي وغيرها ضمها إلى الأنبار وأعتقد يراد أن تستمر هذه السياسة كان يراد أن تستمر هذه السياسة التهميش وأيضا عمل هذا الشيء في كركوك وفي سامرة لاحظنا أن سامرة هي المفروض قضاء أكبر من تكريت وكانت أيضا لدواعي أنه موجود قبة الإمامين أو قبة الإمام العسكريين وأيضا لأمور طائفية ربما لرغم وجود أقلية كانت في سامرة طائفية شيعية ولكن سامرة مدينة كبيرة أكثر من تكريت ولكن أصبحت هي قضاء تابع إلى ناحية تكريت أصبحت تكريت هي المركز المحافظة وبالتالي هذا تهميش هذه السياسات الصدامية البحثية التي كانت في الفترة السابقة ربما غيرت كثير من ديمغرافية الأرض وبالتالي عمدت إلى تهميش طوائف وقوميات واضح وأعتقد تل أحفر عانت من هذا الظلم الواضح التي ربما عدت سكانه وبوجود طائفة شيعية كثيرة في تل أحفر وأيضا وجود منطقة العياضية التي هي تابعة للتل أحفر ومنطقة الزمار وغيرها من المناطق الشاسعة أو لموقع حلو استراتيجي الذي ربما يربط حتى مع تركيا باعتبار تربط لذلك تم إقصاء أن تصبح هذه المحافظة الآن بدأت دعني أقتنص شيء مما تفضلت به وهو قضية سامراء وتكريت نعم يعني كانت سامراء هي المحافظة وتكريت ناحية أو كانت قضاء وتكريت ناحية من نواحيها ما أن جاء نظام البعث الصدامي حتى منقلبت الآية وهناك استحقاقات هذه المناطق لكي تتحول من قضاء إلى وسط آخر كما كانت تكون محافظات هناك مناطق تنطبق عليها معايير التحول من قضاء إلى محافظة كما هو الحال في تلعفر فهي تمتلك كثافة سكانية قابلة لأن تتحول إلى محافظة وتمتد جغرافيا على مساحات واسعة كذلك الحال بالنسبة لكاركوك توس خرماتو هناك نسيج اجتماعي موحد في توس خرماتو وأيضا نشخص أن هذا النسيج هو نسيج شيعي على نحو الدقة والتخصيص نسيجي نعم باعتبار الأمر لأيضا ملحقة بي لذلك عودا على بدء السياسات الطائفية التي حالت دون أن تتحول هذه الأقضية إلى محافظات طيب الآن مجلس النواب سيشهد تصويتا على تحويل حلبتشة إلى محافظة لماذا تصعد قضية حلبتشة وتنزل قضاية العفر توس خرماتو لأن أعتقد هذا هناك ضغوطات كردية تبارس الآن وحتى ربما بمساعدة الكتل السنية أن تتحول حلبتشة إلى محافظة لكن لا ضاير في ذلك ولكن أن تكون المعادلة متكافئة أن يكون هناك معيار واحد نعم هذا افتراض يعني افتراضاً لماذا تتحول حلبتشة إلى محافظة وتبقى تلعفر قضاية تابعة الآن نلاحظ هناك تهميش يعني حقيقة هناك تهميش للتركمان في تلعفر حتى في مستوى الخدمات هناك تخصيصات للمالية يتم رصدها إلى محافظة تنينوة ولكن نلاحظ هناك إجحاف وهناك لحد الآن ربما المهجرين الذين بسبب داعش وأعمال داعش لم يعودوا إلى منازلهم ولا زالت منازلهم مهدمة ولا زالت الخدمات شبه معدومة في تلعفر إذن لماذا لا يتم النظر إلى بجدية حقيقية وخاصة حتى من الأطراف الشيعية باعتبار أن تلعفر هي تمثل طيف واسع سواء أكراد أو تركمان أو شيعة أو سنة وبالتالي أعتقد يجب أن تكون لها معاملة خاصة ولذلك أنا في تصوري أنه يجب أن يصوت لهذه المحافظات بسلة واحدة ليس فقط في حلبشة وإنما يجب أن يتم إشراك موضوع تلعفر مثلا أن يتم الضغط أيضا مثلما هناك ضغط الآن كردي وكتل سنية إلى أن تصبح حلبشة محافظة يجب أن يكون هناك أيضا ضغط من أطراف الإطار التنسيقي بالتحديد وبقية القوة أن تكون أيضا تلعفر محافظة وبالتالي هي تاريخيا منذ أكثر من خمسين عاما يعني طرحت موضوع هذا ما سنسأل عنه في الفترة القادمة لأستاذ رياض الوحيلي أنتم أيضا الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا آخر من مقالنا الثاني الذي يحمل عنوان حلبشة وتلعفر في طريق واحد الكاتبة زمزم العمران يسعى الأكراد إلى تحويل قضاء حلبشة إلى محافظة رابعة تتبع الإقليم إداريا وسياسيا ويسعى التركمان إلى الحصول على محافظة تمثل مكونهم القومي في شمال العراق من هو المستفيد من طرح أفكار تحويل الأقضية إلى محافظات كما في حلبشة وديالا أو تحويل المحافظات إلى أقاليم مثل المشاريع التي طرحت سابقا بتحويل محافظة الديالا إلى أقليم أو محافظة البصرة إلى أقليم هل سيكون مواطنو تلك المحافظات والمدن هم المستفيدون أم المكونات السياسية التي تسعى إلى الاستحواذ على ميزانيات تلك المحافظات والأقضية إذا ما تحققت مشاريعها هل يعد هذا تمزيقا لوحدة البلاد وسنشهد مشاكل داخلية أخرى مماثلة لما يحصل بين الأقليم والمركز هذه التساؤلات وغيرها تحتاج إلى من يجيب عنها مرحبا بكم مرة أخرى وأجد الترحيبي بضيفي الكريم الأستاذ رياض ألوحيلي مرة أخرى وأجد الترحيبي بك بعض المحللين السياسيين يرى أن هناك جهات خارجية تقف وراء الموقف من عدم التصويت للمناطق الأخرى التي تشترك مع حلبشة بنفس المعاصفات هل هناك فعلاً ضغوط خارجية يمكن أن تساهم في الحلولة دون قرار هذه المناطق كمحافظات؟ بالتأكيد أعتقد هذا السؤال جداً مهم وستراتيجي حقيقة أعتقد طرح هذا الموضوع ليس وليد اللحظة طرح من قبل الكتل التركمانية قبل عشر سنوات تقريباً في 2013 ولكن كانت هناك معارضة شديدة من قبل الأطراف السنية باعتبار ما يسمى بتهديم النسيج الوطني وغيرها من المساميات يعني ما أعرف ما داخل موضوع قضايا يصبح محافظة ولكن هناك ضغوطات مورسة كبيرة من أجل أن يصبح هذا القضاء يبقى قضاء تبلل وهناك اعتراضات حتى من قبل محافظة صلاح الدين والنينوة يعني أقصد الموصل بالتأكيد هناك أطراف خارجية يعني تقف على رأس الولايات المتحدة الأمريكية يعني هم يتصورون أنه قد تكون محافظة وجود شيعي في هذه المنطقة وموقع استراتيجي مهم قريب من تركيا ومن سوريا ويعتبر ربما محور تواصل في وجهة نظرهم يعني تواصل محور المقاومة مع سوريا ومع لبنان وأيضا هذا الموقع ربما حتى هناك دخل الكيان الصيوني يمنع أن يكون هذا الموقع يصبح محافظة وحتى إذا تطرقنا بالتفصيل هناك تركيا أيضا لا تريد أن تصبح تلعفر محافظة مع العلم الأقلية التركمانية هي تداعي دائما بحقوق الأقلية التركمانية بالعراق ولكن نلاحظ أن الكتل السنية لها ارتباطات واضحة مع تركيا ونلاحظ حتى تحالفاتها أسست في تركيا وتحت إشراف تركيا وبالتالي أعتقد تركيا هي أيضا تضغط بعدم أن تتحول المحافظة كان هناك تركيز في فترة داعش على محاولة الهيمنة على منطقة تلعفر وتهجير ومحاولة تغيير الديمغرافي لتلعفر باعتبارهم يعرفون أن هناك أغلبية شيعية موجودة في العياضية وفي تلعفر أيضا وهذا لا يروق لكثير من الدول الأقليمية بالتحديد تركيا تركيا رغم أنه ربما لا تنادي بالأمور الطائفية ولكن في حيثياتها وفي الأمور هناك طائفية واضحة وهي ربما لم تطرق أيضا ولم نسمع من تركيا رغم أن المكون التركماني هو قريب من تركيا ولكن هي لم تطرق ولم نسمع في سياسات الخارجية التركيا أن تقول أن تلعفر يجب أن تصبح محافظة كأنك تريد أن تقصد أن الحس الطائفي حين يرتفع تنخطف كل المشاعر الوطنية والقومية وما إلى ذلك نعم والأفكار أو الرؤى الصهيو أمريكية بالمنطقة أيضا واردة وهناك ضغط الآن نلاحظ في 2013 طرح هذا الموضوع ولكن كانت هناك معارضة من القوى الكردية الموجودة المنظوية تحت البرلمان وأيضا القوى السنية في وقتها وبالتالي الضغوطات الأمريكية والكتل السنية حالت دون أن يتم طرح الموضوع من أن تصبح محافظة تلعفر وبالتالي أعتقد هذه الآن ربما نقول نفس الضغوط الآن ولكن الآن المتغيرات تغيرت أعتقد يجب أن يكون هناك أيضا ضغط من قوى الإطار التنسيقي والآن أنا أقول أن المعادلة الدولية الآن تغيرت الولايات المتحدة الأمريكية ربما إذا هناك ضغط من الكتل السياسية الشيعية خاصة قوى الإطار التنسيقي وأيضا الحكومة وبمطالبات أن تحدد أن تضع محددات معينة لتشكيل المحافظة يعني بمعنى آخر أستاذ رياض نعم أن لا تصبح هل سمرة كانت قضاء وكانت تكريد ناحية تابعة لها كانت تامرة قضاء تابعة لها بغداد نعم لكن بالتصرف طائفي واضح ومكشوف من قبل النظام الصدامي البايد وقلب المعادلة بحيث تحولت الناحية إلى محافظة والقضاء بقي قضاءاً لكنه قضاءاً مهملاً يتجاهل قيمته التاريخية والعقائدية لها أكو تعتقد أكو مساعي لتصحيح الوضع مستقبلاً أو بالمستقبل القريب الموجود؟ يعني أعتقد يجب يجب أن تمارس الكتل الشيائية ضغوطات على البرلمان وأن تشرع أن يصبح هناك قانون ومعيار لتحديد المحافظة يعني أن لا يصبح الهوى لأن تصبح هالبتشة محافظة برغبة من الكورد وأن لا تصبح سامرة محافظة مثلاً برغبة أنه عدم وجود مطالبات من قبل الأخوة السنة بأن تصبح سامرة محافظة أو مثلاً تلحفر برغبة من الأخوة أيضاً المكون الطائفي السني أن لا تصبح محافظة وبالتالي نرضى أنا بالإشارة لما تفضلت بحضرتك من وجود تدخل صهي وأمريكي يعني إلى متى سيصمت العراقيون طبعاً العراقيين لا يصمتوا لكن صاحب القرار السياسي العراقي إلى متى يبقى موقفهم مرتهن بالإرادة الأمريكية التي تعبر بشكل مباشر عن الإرادة الصهيونية يعني مثلاً أن تلحفر الأمريكان لا يقبلون بها لتتحول من قضاء إلى محافظة لوجود علاقة لها بمحور المقاومة هم يتحججون أنها منيشيات وغيرها مرتبطة في إيران هذا شيء داخلي وهو يتبع السياسة العراقية التي ينبغي أن تحترم وهي نتاج تفكير القادة السياسيين العراقيين أنا أعتقد البفروض أن تكون هناك رؤية واضحة في البرلمان العراقي يشرع قانون لتشكيل محافظة حتى لا تصبح يعني لمناكفات بين القوى السياسية وغيرها أن تحدد معايير محددة لتشكيل محافظة مثلاً أن تكون عدد النفوس هلقد أن عدد المساحة هلقد يعني وهكذا معايير محددة حتى تصبح محافظة وبالتالي لا ضير أن تتشكل محافظات مثلاً الزبير محافظة مثل ما ذكرت أنت أشكرة محافظة نعم أبو الخصيب أبو الخصيب محافظة حتى الزبير هناك مطالبات جيد ممتاز محافظة أن تصبح أن يصبح سامرة محافظة طوز خارموتة التي هي أيضاً يعني يعني كانت تابعة إلى محافظة كاركوك وعلحقت بصلاح الدين قبل النظام السابق يعني ربما لا تربطها أي روابط مع صلاح الدين ولكن لقام النظام السابق تغييرات مثل ما ذكرنا في مستوى الخرائط وفي مستوى الحدود الإدارية للمحافظات وديمغرافية الأراضي يعني تحتاج إلى أن تنظج هذه في البرلمان وتصبح محددات طيب أنا أدعوك للدخول في العقل السياسي الشيعي المساهم في البرلمان بالتحديد يعني يعني كيف يستسيغ كيف يستسيغ أن تتحول البصرة إلى حقيبة دولارات وتغذي المحافظات الأخرى ويسلب منها كل حق من حقوقها يعني أعتقد هذه المفروض يعني أن تتغير هذه العقلية الشيعية لا زالت القوة الشيعية هناك يعني يعني عدم مطالبة جدية حقيقة بحقوقها يعني نلاحظ الأكراد مثلاً ورغم أنه عدم تسليمهم من واردات النفط ويتم إعطاهم المبالغ التي السلف النقلية التي تم شئة الرواتب وأنا نعرف عدد يعني المعينين ربما يفوق عداد عشرة أضعاف المعينين في محافظة البصرة مثلاً يعني يعني هم جاءوا بيعني عدد المعينين في محافظة كردستان ربما يفوق المليون وكسر يعني يعني عداد هائلة يعني كيف تم تعينهم وكيف وكل هؤلاء يريدون يعني يريدون رواتبهم من المركز إذن لماذا لا تكون هناك مطالبات حقيقية بتشغيل أيدي العاملة في المحافظات الجنوبية المطالبة بالمناطق التي هي متنازعة عليها من المادة 140 من ما ذكرنا هي لا تشمل فقط كركوك ومناطق في نينوى وإنما أيضاً تشمل مناطق في كربلا وبالتحديد مناطق الرحالية والنخيب وعادة ضمها مثل ما هو القانون يعني الطبيعي المفروض ترجع إلى كربلا إذن يحتاج إلى عملية نضج من القوى الشيعية المطالبة بحقوقها والضغط وخاصة أن الآن المتغيرات الدولية تغيرت عن الفترة السابقة الآن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بتلك القوى مثل ما كانت في 2003 و2013 الآن هناك تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وهناك يعني منتدى بريكس وسياسة تعدد الأقطاب وبدأت نفوذ دول كبيرة تبرز وبالتالي أعتقد الآن تستطيع القوى الشيعية إذا امتلكت الإرادة الحقيقية بالمطالبة بكل حقوقها وبالتحديد أن تصبح تل أحفر محافظة أن تصبح سام الرام محافظة أن تصبح توس خرموتة محافظة هذا التصور يعني بعيد عن الواقع يعني وإن كان هناك لا تصور هذا لأنها في قيد الاحتمال يعني مو مثل حلبشة حلبشة يعني موضوعها وضع على جدوى الأعمال البرلمان الإراقي طيب أنا أريد أن أسأل هذا المواطن العراقي يقول ليش الكرد مصرين على تحويل حلبشة من قضاء إلى محافظة ما هي المكاسب التي يمكن أن تتحقق في حال التحول طيب ربما أن السليمانية ستطالب بنفس عدد مقاعدها في البرلمان معناها سنخصص مقاعد أخرى لحلبشة وهذا يعني أن هناك ارتفاعا في عدد النواب الأقر هذا يعني يصبح ميزان القول معادلة السليسية تتغير التوازنات تختل بشكل حنيف يعني التوازنات تتغير والثقل السياسية تغير مكاسب التي يمكن أن تتحقق بعد إذنك للمناطق حال تحولها من أقضية إلى محافظة نعم هناك سيصبح لها تتمتع بثرواتها لا شك مثل المحافظة تلحفر تمتلك النفط وتمتلك الغاز وتمتلك ثروات أخرى لا زالت في باطن الأرض لم تستكشف لحد الآن وبالتالي عادت عمار تلك المناطق لا زالت هذه المناطق مهملة لا زالت هناك نازحين لا زال هناك بعيدين يعني عن المحافظتهم لذلك أعتقد تحويل هذه المحافظة سوف يصبح لها ثقل سياسي ولها ثقل في الموازنة ولها ثقل حتى في البرلمان مثل ما اتفضلت حضرتك نعم يصبح لها مؤثلين فيها البرلمان وبالتالي المطالبة بحقوقهم أفضل طبعا وهذا يعني مفروض أن يكون أنا ذكرت أن يصبح هناك معيار ثابت وليس على أساس الطائفي أو على أساس القومي أو على أساس المحابات لهذا الطرف السياسي أو ذاك الطرف السياسي وأن ما يصبح المعيار هو أن يكون هناك رؤية موحدة في تشكيل المحافظة أن تصبح هذا المعيار ويصبح في البرلمان وبالتالي المضي في أن تصبح كل هذه الأقضية هي محافظات لملا وأعتقد رغم اعتراضات بعض القوى السياسية لكن هناك لنقول صراحة هناك أغلبية مريحة في البرلمان أن تستطيع أن تفرض إذا كانت هناك توحيد في الرؤى أن توحد قرارها وبالتالي المضي في العمل يساسي أيضاً أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعاً من مقالنا الثالث الذي حمل عنوان واحد تل عفر واحد حلبجة الكاتبة انتصار المهود تتشابه قصة تل عفر مع حلبجة القضاء التابع لمحافظة السليمانية فكلاهما كانت حقوقه مسلوبة ودفعوا الدماء ثمناً لقضاياً وطنية فحلبجة قدمت خمسة آلاف شهيد في عمليات الأمثال وتل عفر قدمت الآلاف بين الشهداء والجرحى في فترات زمنية بين حكم صدام البعثي والطهاد داعش لها إلا أن حلبجة تفوقت قليلاً بحصولها على حقوقها إدارياً وسياسياً من خلال إعلانها محافظة الرابعة من قبل حكومة شمال العراق والسعي لاستحصال موافقة مجلس النواب من أجل جعلها المحافظة التاسعة عشر في عام 2014 وهو نفس العام الذي تم فيه الموافقة على قرار لمجلس الوزراء بتحويل تل عفر وطوس خرماته إلى محافظات لكنه تعرقل بسبب خلافات سياسية ومساومات مرحباً بكم مرة أخرى مرحباً بكم مرة أخرى ودعوني إجدد ترحيبي بضيفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رياض الوحيلي مرحباً بكم مرة أخرى وأقول أستاذ رياض فيما يخص قضاها طوس خرماته قضاء طوس خرماته كلنا نعلم أنه تعرض إلى ظلم طائفي كبير ليس طائفياً وحسب إنما ظلم مركب مرة لكونه من الطائف الشيعية ومرة لكونه من القومية التركمانية على يد النظام الصدامي البأس إلا أنه ما بعد التغيير لم يشهد تطوراً واضحاً أهملت مشاريع التنموية أهملت المشاريع الخدمية بكل أحوالها هل تعتقد أن هناك من يمكن أن يتبنى موضوع قضاء طوس خرماته ليرفع هذه المنظومية بحق؟ يعني أعتقد هناك الآن مطالبات حقيقية ليس فقط من القوة التركمانية والتركمان وإنما أيضاً من بعض القوة الشيعية لا نقول كل القوة الشيعية لكن هناك أيضاً سمعت كثير من القوة الشيعية تداعي بحقوق طوس خرماته ولكن نتأمل أن يكون هناك تطبيق عملي يعني أنت ذكرت فعلاً كان هناك سياسات واضحة إقصائية من قبل النظام السابق سواء في موضوع أنه ضم من كاركوك إلى صلاح الدين ظلماً يعني وبالتالي هناك أيضاً ملاحقات على كثير من أفراده والمواطنين فيها من قبل النظام السابق باحتبارهم يعني هو النظام السابق يكره أن يكون هناك مكونات من طائفة شيعية ومن قومية وأخرى وبالتالي هناك سياسة يعني مقيتة شوفينية عنصرية ضد التركمان وضد الشيعة التركمان بالذات وبالتالي كانت هناك إهمال واضح الذي يذهب إلى طوس خرماته في الفترة الماضية يشاهد الإهمال الواضح حتى بعد تغيير النظام السابق يعني حتى يعني منذ 2003 لحد الآن لم نشهد حقيقةً هناك مشاريع تنهض بواقع طوس خرماته ونلاحظ أنها تعرضت ظلماً إلى أيضاً من الاعتداء من الإرهاب داعش المقيت وأيضاً ناحية أمرلي التي هي ملحقة أيضاً بطوس خرماته التي دافعت باستفسال وببسالة عالية عن المدينة عن ناحية أمرلي وبالتالي أيضاً كان هناك تعرضت إلى شهداء يعني حجم شهداء كبير وتصدت لتنظيمات داعش الإرهابية ولكن نقول كل هذه الفترة وكل هذه البطولات التي سطرها أهالي طوس خرماته وأهالي أمرلي لم نلاحظ في الفترة الماضية يعني نهوض بواقعهم نهوض بمظلوميتهم الكبيرة سواء في النظام السابق أو بعد التغيير النظام يعني لا زال هناك إهمال حتى من قبل صلاح الدين يعني في موضوع التخصيصات المالية هناك تعمد بعدم إعطاء التخصيصات المالية المطلوبة لطوس خرماته أسوة ببقية ربما هذا واحد من الأسباب التي تدفع مواطني نعم 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 لتحويلها من قضاء إلى محافظة نعم هذه أحد الأسباب أحد الأسباب الموجبة يعني هناك أيضا هي تحتوي على ثروات للعلي نعم 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 أيضا على ما أعتقد هناك بعض الاستكشافات أثبتت أن وجود الغاز الطبيعي فيها وجود النفط أيضا وبالأضافي إلى ثروات أخرى ربما لم يتني استكشاف في هذه المناطق وأعتقد الآن هذه المناطق بإمكانه إذا تحولت إلى محافظة ووجود تخصيصات من قبل الحكومة أن ينهض بواقعها الذي هو مهم منذ تقريبا نصف قرن نقول صراحة وليس وليد اللحظة الآن يستطيع هؤلاء الأهالي بالمطالبة أن تكون هي محافظة وعلى القوى الشيعية وقوى الإطار التنسيقية الضغط وأعتقد الآن تمتلك القوى الشيعية أن تضغط بقوة في البرلمان وأعتقد هي من معايير أسوة بحلبشة أرجع للشؤال نفسي في العام 2014 تقدمت الكتلة الكردية بطلب للبرلمان لتحويل قضاء حلبشة إلى محافظة وهو نفس العام 2014 هو الذي حصلت فيه الموافقة على قرار مجلس الوزراء في تحويل تل عفار وقضاء طوز خرماتو إلى محافظتين أخرين تضاف للجغرافية السياسية العراقية طيب ليش قرار تحويل طوز خرماتو شق طريقه للتنفيذ في حين أن قرار تحويل طوز خرماتو تل عفار نوسية بالكامل أعتقد هي واضح أنا ذكرت الضغوطات الأمريكية الخارجية لا زالت في الفترة الماضية أقصد لا زالت الولايات المتحدة تضغط بعدم ومن خلال الكتلة يعني هذا معناه أن الجهد الأمريكي ينصب على شيعة الإرام نعم نعم هناك عداء واضح لنكون صريحين يعني إذا نكشف الأوراق كلها نعم الولايات المتحدة الأمريكية ويقف خلفها الكيان الصيوني هم لا يريدون هناك استقرار للشيعة يصبح الشيعة دائما هم جياء دائما فقراء دائما مناطقهم مهملة يعني هذا تصور ثابت عند المخططات الصيوني أمريكية نقول وهناك أيضا تمارس ضغوطات على الحكومات مورسة الضغوطات على الحكومات السابقة يعني أقصد قبل هذه الحكومة أيضا بعدم تحويل لا تصخر ماته ولا تلحفر إلى محافظات بحجة جواهية يعني تمزيق النسيج الوطني وغيرها ويعني نستغرب يعني هل تحويل محافظة ومطالبة بحقوقها يتحول يعني أنت تقرب قضية الأقلمة ولا تمسك النسيج القومة والتحويل القضاء إلى محافظة من أجل استرداد حقوقها شيء غريب عجيب يعني حقيقة يعني وأيضا هناك معارضة حتى كردية يعني هناك معارضة كردية أولا الأكراد يريدون في بداية الأمار الحاق طوز خرموتا بكركوك يعني حسب ما يقولون وباعتبارهم كأنهم يعني تصورون أنه هي كركوك المفروض هي تتبع لهم وبالتالي طوز خرموتا لازم المفروض تكون تابع لهم يعني هذا في وجهة نظرهم وبالتالي هذه المطالبة يعني من قبل الكورد ومن قبل السنة بعدم تحويل طوز خرموتا هو الذي أخر وعدم يعني وهناك هيات كردية أيضا ضالت تلعفر نعم نفس اليد نفس اليد نفس اليد لموقع الاستراتيجية لتلعفر خاصة أن نحن الآن نشهد أن الحكومة طرحت موضوع بطريقة تنمية وأعتقد طريقة تنمية جزء منه الذي يربط العراق بتركيا يعني يربط العراق بتركيا عن طريق تلعفر ولهذا الكورد يريدون أن يكون لهم موطع قدم حتى لا يصبح تصبح محافظة تلعفر تعيق أن يكون لهم وجود أو نفوذ في هذه المنطقة أو هيمنة وبالتالي يكون لهم مشاركة في القرار السياسي والاقتصادي في المحافظة أو في القضاء وبالتالي هذا يسلب حق المكون التركماني الشيعي في هذه المنطقة الحقوقية وبالتالي يصبح الكورد هم المتحكمين هذا ما يحاول الكورد أيضا مثل ما ذكرت بضغط تركي وضغط أمريكي بأن تصبح الوضع بهذا الشكل طيب باعتقادكم شخصي هل يمكن أن تكون هناك صفقة لإقرار هذه المناطق المحافظات في المستقبل؟ نعم أنا أقول أنا تذكرت حلبتشو أنا يمكن طرقت لك يعني أن يكون موقف أو رؤى القوى الإطار التنسيقي أكثر توحيد يعني أكثر توحيد هذه الفراضيات لا المفروض يعني أنا مثلا أنت الطالبني أنا ماكو مشكال الطالبني أنا أسوي لك حلبتشو محافظة ماكو مشكال بس عليك أن تقر لي أيضا بمطالبة أن تصبح طوز خرمات ومحافظة وأن تصبح تلحفة محافظة حتى صوت لك باعتباران هم أيضا أملك الأغلبية في البرمان والأساس هذا هو الأساس المعيارية نعم أنا أذكرت المعيارية التي جعلت من كركوك من حلبتشو محافظة مفروضية نفس المعيارية التي تصبح على كل المناطق التي تتصبح بالنظر عن المناطقية والطائفية أو القومية وغيرها من الأمور نعم المفروض يكون معيار واحد المعيار واحد إذا انطبقت على أي منطقة من مناطق العراق ينبغي أن تتحول حالها حالها بشيء إلى محافظة المفروض هذا المفروض على أعتقد هذا يعتبر المفروض هي سياسة المفروض المحنكة التي تمتلك القوى الشيعية والمفروض أن يكون هناك رأي موحد بطرح هذه الفكرة يعني أن يكون هناك معيار هذا المعيار تحدد فيه المحافظة ونفوس عدد القضاء حتى يصبح محافظة وبالتالي حتى يمكن أن تتشكل محافظات أخرى في المستحبل مثل ما أشرت السامراء أو غيرها أو الزبير أو الخصيب أو غيرها من المناطق الأخرى وبالتالي يمكن أن يصبح السكان تلك الأقضية أكثر مطالبة بحقوقهم وأكثر مشاركة حقيقية في الساحة السياسية سواء في البرلمان أو في الحكومة نعم باعتبار هذه مناطق مهمة وبالتالي يمكن للبواطن أن يكون له تأثير أكثر الآن نلاحظ هناك إهبالي واضح في تلك المحافظة حضرتك أشرت إلى وجوز اعتراضات بعض الاعتراضات الكردية على طوز خرماتو وفستها عن كاركوك واعتبارها محافظة المستقلة هناك بعض الاعتراضات من الأخوة السنة من أنفسنا السنة على موضوع سامراء طيب ما هي أريد نعرف ما هي الاعتراضات على تلفيذ تحويل بعض الأقضية إلى محافظة حتى نوقف عليها يعني صراحة مثلا سامراء أيضا لخصوصيتها باعتبار تعرف أنت وجود مرقد محافظة مقدسة يعني إذا نظرنا إلى التاريخ قديما هناك مراجع كانوا نسكنون فيها نعم 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 وكانت هناك حاضرة شعية صرفة نعم الحوزة كانت هناك آية الله العظمى اليزدي كانت الحوزة كانت في سامراء الحوزة في سامراء وكان لها ثقل يعني ربما يخشون أن تتحول محافظة سامراء إلى وجود أيضا مرة أخرى لحوزات ووجود يعني شيعي في هذا ربما يؤثر على وجودهم ويؤثر على صلاح الدين وبالتالي يعتقدون أنها قد تكون لها تأثير سلبي عليهم مستقبلا هذا من جانب ومن جانب آخر ربما أيضا الضغوطات أعتراضات الكرد شون دوافعها؟ على سامراء نفسه لا 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 على طوص خرماتو طوص خرماتو باعتبار أنه أيضا هي تلك ثروات موجودة هم يعرفون الكرد وأيضا هم يعتقدون أنها كانت قديما موجودة في كركوك ويعتقدون أن كركوك هي كردية يعني كثير من أفكارهم أيدولوجيات مثل خاصة حزب الديمقراطية معناها النفس القومي هو الحاكم على هذه الاعتراضات وليس نفس الوطني يعني أهم يشون التركمان وبالتالي تصبح ترجع طوص خرماته إلى كركوك مع أن سكانها مئة بالمئة من التركمان ما تركمان وخاصة آمرلي وطوص خرماته هم تركمان ولا يريدون أصلا العودة إلى كركوك يعني هسا لو نسوي حصاء أو نسوي استفتاء في تلك المناطق لا يريدون العودة إلى كاركوك وهم يقولون نحن تركمان لماذا نعود إلى الأكراد أو العلم إذا نظرنا أن مدينة كاركوكية بالأصل تركمانية كمدينة لا أقصد النواحي ولكن يعتقدون أن لهم خصوصيتهم الآن هم في صلاح الدين ولكن مطالبتهم بأن تصبح محافظة باعتبار يمتلكون مساحة كبيرة ويمتلكون أيضا قضاء كبير ويمتلكون نواحي مرتبطة بهذا القضاء وبالتالي يمكن كل هذه العوامل أن تؤهلهم أن يصبحون محافظة لكن تحتاج هناك مؤثر من القوة السياسية المنظوية تحت البرلمان خاصة القوة الشيعية حتى تستطيع أن تشكل هذه المحافظة رغم احتراضات الكورد ورغم احتراضات السنة باعتبار هناك أغلبية الآن بالبرلمان للمكون الشيعي فيه رغم محاولة تغيير الواقع السياسي ولكن لا زال القوة الشيعية لها تأثير واضح في العملية السياسية طيب احنا شفنا بعيوننا أخوة ما حد قال لنا أن الأخوة الكورد الأكراد يعني تعاملوا مع موضوع حلب من منطلق تحويلها إلى محافظة في الواقع قبل أن تقر فإيجا البرلمان الآن إذا يقر حلب محافظة إنما يمضي على واقع الحل الذي قرره الكورد بالتأكيد هم يعني مثلا ينظرون حتى نكون صريحين نحن حتى كشيعا متعاطفين مع حلب شيء باعتبار أنها تعرضت لا لا هذا موضوع آخر تعاطف قضية تعاطف هذا التعاطف استغل من قبل الكورد استغل من قبل الكورد استغلالا جيدا وإعلاميا حتى عالميا استغل يعني ورغم أنه هناك أيضا جرائم ارتكبها النظام السابق في الجنوب وهناك مقابر جماعية وهناك في الهوار تجفيف هناك أيضا لكن لم تصلط عليها الأضواء الإعلام العالمي وغيرها طبعا عدد الشهداء الذين فقدوا في انتفاضة صفر كبير جدا أكثر مما فقد فقد الأخوة الكورد من ضحايا في حلبش أو حتى المناطق التي تعرضت للتدمير في مناطق الجنوب كثيرة حقيقة إذا تدخلنا فيها خاصة في مناطق الأخوار والتجفيف والتغيير الديمغرافي بأن تصبح هذه الأراضي صحراء وغيرها وقرى تمنسفها من الأرض يعني خالي سياسات النظام السابق ولكن لم تصلط عليه الأضواء لذلك نحن الآن كلنا متعاطفين مع حلبش ولكن مع كل هذا يجب أن يكون هناك معيار واحد لأن تتشكل المحافظة مع احترامنا بخصوصية حلبش الأستاذ رياض الوحيلي كنت ضيفا كريما جزاكم الله خيرا جزاء المرسلين أيها الأخوة على السياسة العراقية وخصوصا أناءك الذين جلسوا تحت قبة البرنامان أن يأخذه بنظر الاعتبار هذه المعايير وكل الأسباب الموجبة التي تدعو إلى تحويل المناطق المشابهة إلى حلبش إلى محافظات أيها الأحبة أيها الأحبة كتب معدل برنامج الإعلامي قاسم العجرش الخاتفة التالية هذا المطلوب المطروح منذ أكثر من عشر سنوات ويخضع للمساومات السياسية بين الكتل البرلمانية بسبب سياسات العداء والتهميش الأمني والخدمي لأقضية تيتا اللعفر التابع حاليا إلى محافظة نينوى وطوص خرماتو التابع إلى محافظة دكتور خوك الجغرافية السياسية والتحولات الجديدة التي شهدها العراق خلال العشرين سنة الماضية تجعل من المستحيل استمرار الوضع القائم بل وفي الأقل في الأفق القريب سنكون على موعد مع محافظين جدد يؤدون اليمين الدستورية وسنشهد الولاية وإن كانت ولادة عسيرة وستغير هذه الولادة قصة المناطق المتنازع عليها إلى الأبد شكرا في أمان الله whatever you may have here تجbrand